ازاي كبنات عاملين ايه؟ انا هلا ثابت ميكوب ارتست لب اول مرة بتشوفيني اعملي اشتراك في القناة فعلي زر الجرس و لايك و شير عشان يوصل بكل جديد طبعا احنا يعني النشاط وخدنا قوي يومين دول فقررت بقى ادخل على الاحمر والاغدر والازرق كان فيه متابعة جميلة قالت لي عايزاك تعملين الالوان دي لقد عاملها من فترة كبيرة قوي على القناة ولكني هعملها من جديد عشان خاطر مينفعش ملبيش طلباتك و رغباتك طبعا مجهزنا البشرة قلنا مش عايزين كل مرة يعني يبقى نفس النمط فمجهزين البشرة وزعنا الكنتور والبلاشر الكريمي الكنتور كان من الست الكنتور كان من كيرولان والبلاشر الكريمي كان من روسبيري والمفاجأة بقى انه الشادو النهاردة من ميت سينما عشان برضو حد طلب انه عايزين منتجات برا المقاطعة فانا على قد ما بقدر يا جماعة برضو عذروني على قد ما بقدر بحاول اجيب حاجة مش في المقاطعة زي ما احنا متعودين ومتفقين بدمج كل حاجة في مكانها وبرجع اعمل ماتشنج مع كل الحاجات مع بعضها كده بطبطب على الكنسيلر زي ما انتو شايفين قللك النهاردة حيفودكو نص عمركو بجد لو انتو ما شفتهوش واللي لسه ما حطتش اللايك والكومينت والكلام الحلو اللي بيفرحني ويسعدني وعايزين في نهاية السنة كده نطبطب على بعض كده ونحب بعض وما نجرحش بعض ما ندايقش بعض نقوله بعض كلام حلو ما نزعلش بعض عايز اسمع كلام حلو طبعا النهاردة احسن من الفيديو اللي فات الفيديو اللي فات كان الدنيا بايزة خالص بس الحمد لله زي ما تشايفين يا بنات جبت بقى البيتر بلندر بتاعتي كبيرة اللي انا بوزع بها الفونديشن بالجزء الفاضي اللي ما فيهوش اي حاجة ببدأ اعمل ماتشنج بين اي لون ولون يعني ايه يعني عندي الكنتور والكنسيلر انا عايز اعمل له ماتشنج مع بعض يبقوا في ضي في جزء آآ مخفي ولكن انا محتفظة بقى الواني وكل حاجة ولكن ما يبقاش خطوط آآ واضح زي ما تشايفين شايفين الجبهة بقى شكلها عامل ازاي وإيدي برضو خفيفة شوية ما تبقاش تقيلة قوي علشان ما شلش اللي موجود زي ما حضرتكو شايفين طب طبط بالشكل ده وحبدأ اخش على الخطوة اللي بعدها ويلا بينا وما تنسونيش في الكلام الحالو بحبكو والله العظيم جدا شايفين الجمال؟ حتى لسه يعتبر ما اشتغلناش بس انتو شايفين زي ما بنقول كده الواجه بقى عامل ازاي شايفين نعومة الواجه خلو بالكو البشرة لما بتكون مخدومة قبل الميكوب حقيقي بتطلع لك حلوة خلصنا كده يا بنات الكونتور حبدأ دلوقتي ادمج او اطبطب الكونسيلر وبثبته على طول عشان طبعا الخطوة دي مهمة جدا انه اتأكد ان انا ما عنديش خطوط على اه او سوري تحت العين لانه لو في خطوط وهي نزلت عينيها اتعمل خطوط مش هتروح تمام جدا حلوة اه شايفين كده ثبت الواجه بالكامل واول حاجة هعملها الحواجب طبعا نقولتلكوا ليه بعمل الحواجب مع الموديل دي لانه هي اصلا عندها الحواجب قليلة جدا جدا فمهمة اوي ان انا اعمل الحواجب الاول وبعد كده ارسم العين تمام عملنا في الجزء بتاع بقبق الحاجب بالشكل ده او الجزء اللي هو التلات تربع اللي في الاخر ده وببدأ اماتشنجي كده زي ما حضراتكم شايفين اللي شايف الاضاءة بقت افضل واللي شايف التصوير بقى افضل ياريت يكتبولي في الكومنتات لان انا بتهيقني ان الاضاءة بقت احسن يعني انا عملت تكنيج جديد في الاضاءة فطمنوني قلولي بقى لو الاضاءة بقت افضل من الاول قلولي بقرب الكاميرا عشان تشوفوا التفاصيل التفاصيل القريبة اوي اللي هو انا مش بخبي عنكم حاجة اللي هو انا بصور بتليفون يعني جماعة مش بصور بحاجة يعني حاجة بروفيشنل اوي بس انا مقتنع جدا ان هو ده الصح حتى لو الناس تانية شايفة ده مش صح انا مقتنع جدا ان هو ده الصح عشان الكل يتابع كل حاجة شايفين انا عملت ايه دلوقتي رفعت كام شعراية كده بالفرشة بتاعت الحواجب وصرحته تمام جدا اللوك يا بنات النهاردة هيعجبكوا اوي 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 اتمنى تشوفوه وتقولولي رأيكو بقى وعملوا شير كتير يا بنات في الجروبات بتاعتكو يعني عشان الناس يعني هي الموضوع ان انت بتستفيدي وغيرك بيستفيد شايفين الحواجب امر ازاي خلصنا الحاجبين الاتنين حبدأ دلوقتي انضف تحت الحاجب وده الكونسيلر ده بتاع انا حقيقي عجبني جدا 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 وانا اتكلمت عنه كتير انه فعلا منتج محترم جدا والله مش دعايا لحد ولا حاجة بس فعلا انا جربته حلو جدا 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 تمام شايفين الفرشة بتاعته قد ايه ايه دقيقة جدا انا مش بحتاج ان انا احدد بفرشة تانية هي بالفرشة بتاعت الكونسيلر تمام تمام جدا حددت بالشكل ده الحاجب تمام وحبدأ اطبطة برضو بالبيوتي بلندر بتاعتي الصغيرة على شان اشيل الزيادة بتاع الكونسيلر وفي نفس الوقت البيوتي بلندر تدي نعومة للكونسيلر وطبعا البيوتي بلندر لابد ان هي تكون مبلولة زي ما حضراتكم شايفين بقى حريصة بقى وانا بشتغل عشان ما فيش حاجة تبوز مني تمام تمام جدا ده تبطى بالناحية التانية تمام جدا جدا فيه تركيا مهمة قوي هنا يا بنات انا مش هشتغل مش هسبت اصلا الكونسيلر انا هسبت بالاي شادو دي البالد بتاعك مية سينما وانا اتعمدت ان انا اشتغل منها عشان اقولكو انه لو عندك صوري وانا بقى كده لو عندك صوري اشتغلي منها مقبولة جدا كويسة جدا لو عندك شغل صوري جبت لون على نوت كده شوية او على اورنج وحبدأ اسبت واملأ الجفن السابت اللي فوق العين تمام الفرشف طبعا فلافي كبيرة وايدي تبقى خفيفة جدا عشان ما حركش الكونسيلر انا كل اللي بعمله كإني بسبت ولكن ليه بقى اشتغلت بالشكل ده عشان انا يعني مش هقول الايشادو بتاع مية السينما ضعيف ولكنه مش البجمنت بتاعته مش زي جاكلين هيل ولا زي هودا بيوتي ولا زي فور ايفر ولا زي مش عيب فيه ولكن هو يعني اقل قوة في البجمنت بتاعته فانا لما بشتغل على الكونسيلر انا بسبته حلو جدا تمام كده انا اشتغلت كمان العين التانية زي ما حضرتكو شايفين تمام تمام جدا طبعا زي ما تشايفين بشتغل كده ايه بحرص شديد تمام حجيب بعد كده اللون الاخضر من نفس البلد وفرشة فلات وزي ما انتو شايفين انا بعمل نقطة في بداية العين ونقطة في نهاية العين زي ما حضرتكو هتشوفو دلوقتي حالا مش نقطة نقطة يعني بحط جزء في بداية العين وجزء في نهاية العين انا مش 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 بشتغل بحركة دائرية ولكني بطبطب في نفس المكان تمام جدا حطيت انا بالشكل ده بحاول اضم الجزء اللي في النص ده عشان هتشوفو دلوقتي هعمل ايه فيه هيبقى امر قوي يعني خليكم ركزين بس في الحت في الجزئية دي جزئية مهمة وحتستفيدوا منها تمام تمام جدا كده خلاص يعني يعتبر خلصت الجزء بتاع اللون الاخضر هرجع اجيب الفرشة الفلافي ايه او لسه اه هجيب فرشة بينسل صغيرة وهوصل الخطين ببعضهم بالشكل ده زي ما حضراتكو شايفين بدمج ووصل الخطين ببعضهم على خفيف قوي حيس ان انا احافظ على اللون الاخضر وفي نفس الوقت ادمج اللونين ببعض تمام جدا شايفين جمال اللوك عامل ازاي اللوك ده بنات اسمه سبوت لايت سبوت لايت يعني انا بقى يعني بحط جزء شمر او جليتر او اي ان كان حاجة بتلمع في الجزء اللي انا سيبه فاتح ده هو اسمه سبوت لايت تمام حاجيب كده الجليتر شايفين انا عملت ايه ولا اي حاجة في اقل من ثواني حطيت الجزء الجليتر او الشمر او اي ان كان اللي انتم بتصبوه الفاتح اللي انا عايزة اناوره خلصت العين تاني الاثنين وحابدأ دلوقتي احدد شكل العين طبعا بحددها بكمباكت باودر بحددها بلوس باودر طبعا بيبقى اقوى شوية بحددها بلون شادو نفس لون الفاونديشن المتاح عندك لحددي بي تمام يعني هو مفهوش مفهوش اختراع عادي جدا دمام خلصت كده هسحب برضو الخط الناحية دي زي ما حضراتكم شايفنا تمام بحدد العين من ورا بالشكل ده تمام شايفين الحكاية سهلة ازاي وخلصنا الايلينار يا بنات طبعا بأكد عليه وبقى متأكدها ان الدنيا تمام عندي شايفين الجمال والحلوة والطعمة كده حبدأ انضف اي زيادة لوز باودر كومباكت باودر اي شادو اي جليتر اي حاجة نزلت على العين بروح شايلة على طول وبعمل البلاشر بتاعي على نفس خط الكنتور بالزبط عشان انحت الوجه زي ما حضراتكم شايفين تمام حلوة قوي تمام جدا تمام جدا جدا امر ما شاء الله علي اللي وصلت معايا للجزء ده تفرحني بكلمة حلو مش هقولكو تقوله ايه بس اللي وصلت معايا فعلا للجزء ده تفرحني بكلمة حلو عايزاكم بقى تشوفوا تركاية الرموش انتو شايفين انا يعني في وقت عدي شايفين يعني في الكلماتين اللي انا قلتهم انا كنت لزقت الرموش ليه بقى عشان الجلوب بتاعها تشمع الجلوب بتاع اللي ما حطتها على حرف الرموش او على خط الرموش استنيت لما يتشمع وبعد كده لزقت على طول كده انا لزقت الرموش وخلصت هبدأ اوزع الهايليدر في اماكن الاضاءة اللي احنا متعوضين عليها تمام تمام جدا حلو قوي كده هبدأ احدد تحت العين بنفس الاخضر اللي فوق العين بس هعمل ايه يا بنات هعمل في بداية العين وفي نهاية العين وحخلي الجزء اللي في النص فاضي زي ما انا خليت فوق العين الجزء اللي في النص فاضي هخلي اللي تحت العين برضو فاضي وحمله بالجليدر زي ما حضرتكو شايفين بحدد قدام يعني في بداية العين ونهاية العين وبخلي الجزء اللي في النص فاضي وعذروني لتكرار الكلام علشان اللي يفودوا كلمة يسمحها تاني بس انا عايزاكم يا بنات تتفرجوا على الفيديوهات القديمة انا منزلة الازرق والاخضر والاحمر وكل الالوان فعني لو حابين تروحوا ترجعوا لها تاني كده انا حطيت الجليتر في الجزء اللي في النص تحت العين زي ما حضرتكو شايفين كده بحدد برضو تحت العين نفس ال كومباكت بودر اللي حددتي به في نهاية العين بحدد به تحت العين السبونشا دي مهمة جدا انك تكون معاك علشان الزوايا بتاعتها بتدخل في اماكن صغيرة قوي فبتنظف حلو قوي زي ما حضرتكو شايفين انا اعتبر خلصت اللوك بتاعي وقت قليل قوي لوك نعم جدا في تركات حلوة جدا وفي حركات حلوة قوي 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 هتعجبكو كده اللوك بتاعنا خلص اتمنى تكونوا اتبسطوا اتمنى تكونوا استفدتوا اتمنى يكون كل تركاية انا بعملها تكونوا مستفدين بيها وبجد بجد انا بحبكو جدا بتمنى شوفكم دايما نجحات او ناجحات متفوقات مفيش حاجة تغلبكو اشتغلوا على نفسوكو كتير خلوا باركو الشغل على النفس كتير صدقوني يعني لوحد كرس ربنا يفرحكو كل عام وانتم بخير وحسبكو مع القمر لوحدوكو كده وحنسحب وبي باي يا احلى بنات اشوفكم على كل خير الدنيا وبي باي يا حبيبي وسلام سلام 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 لاخر يوم سلام